اشتركوا في القناة نقطة مهمة اذكرها لكم من باب توثيق الموضوع في المشروع في الفيديوهات وياكم هذه كلها من سلالة النبتة رقم ثلاثة اللي كانت اجود واحدة من ناحية النكهة فهذه كلها من سلالة النبتة رقم ثلاثة بالنسبة للمشكلة اللي ذكرتها بما ان الحين النباتات كلها حاملة ثمر لاحظت ان الطيور تحب هذه النوع من الفلفل الصغير وفعلا قاعدة تاكله لان اشوف فيه ثمر ينضج يصير احمر يوم الثاني يختفي او يكون مأكول ومرمي نصة يعني مثلا عندنا هذه المثال الطيور ماكلته ورمته فلازم احمي بعض الثمر على الاقل علشان يكون عندي شيء احفظ منه البذور فاللي راح اسوي بكل بساطة اني راح استخدم هذي الاجياس النايلون هذي اجياس تستخدم لحفظ الثمر اصلا يعني هاي هدفها فراح اخذ قتلة راح اشوف يعني بعض الثمر اللي يكون حجمه زين وكبير وراح مجرد اغطيه بالاكياس على اساس احميه من الطيور عليهم بالعافية يأكلون منها ما عندي مشكلة بس احتاج احفظ بعض البذور علشان ناخذ الجيل الرابع ان شاء الله ونتذوق ونتقل للمرحلة الاجياس فراح اخذ هذي الاكياس واحمي بعض الثمر يعني بعدد بسيط من كل نبتة علشان على الاقل نقدر ننتقل للمرحلة الاجياس وبهذا الشكل صار عندي حماية لبعض الثمر يعني مثل ما قلت الثمر الباقي ممكن يعني ممكن يأكلون منه يعني ما عندي مشكلة بالعكس يعني الواحد يترك الحيوانات والطيور تأكل من الثمر اللي عنده في البيت ولا الاجر يعني ولكن مثل ما قلت الحفظ البذور مهم بالنسبة حقها المشروع ولا راح يفشل المشروع وينقطع فبهذا الشكل صار عندي حماية لهذه الثمر من كل نبتة اخترت بعض الثمر على اساس على الاقل واحدة نتذوقها واحدة نحفظ منها البذور وان شاء الله راح نتم نواصل المشروع ونواصل مرحلة تذوق الثمر مع بعض وان شاء الله ونشوف جذور النباتات وكذا ما شاء الله فيه فعلا تفاوت بين أحجام النباتات ورح نتكلم عن هذه الشيء في فيديو المقارنة لآخر الموسم إن شاء الله فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو السريع متابعة لهذه المشروع واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلاتكم أبعى سرعة وكما ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الياي في أعمال الله